هذا الشريط يثير حاليا فضيحة مدوية في الولايات المتحدة شريط يظهر رجلا وزوجته وهما يضربان ابنتهما المراهقة بحزام جلدي الصور التقطت عام 2004 ولكنها لم تنشر إلا مؤخرا على الشبكة من قبل الضحية صدمة من شاهد الشريط كانت أكبر عندما علم أن المراهقة هي ابنة القاضي ويليام أدامس المتخصص في الشؤون الأسرية في ولاية تكساس على موقع الرادد هيلاري أدامس تشرح لماذا قررت نشر هذا الشريط بعد مرور سبعة عواما على تصويره هي تقول إنها تعرضت للتهديد والتعذيب النفسي خلال محادثة هاتفية مع والدها إذا قررت أن تظهر الوجه الحقيقي للرجل هيلاري تؤكد أيضا أنها غير نادمة على تصرفها الهدى الشريط انتشر بسرعة البرق على الشبكة وقد شهد أكثر من خمسة ملايين مرة صور أثارت موجة من الاستياء والتنديد على الشبكات الاجتماعية وارودنات عبروا عن غضبهم إزاء عنف القاضي مع ابنته العديد من المجموعات أبصرت النور على فيسبوك للمطالبة بمعاقبة القاضي أدامس وبعضها يطالب الناخبين بعدم إعادة انتخاب رجل قادر على ممارسة عنف مماثل اشتركوا في القناة